وعلى أن نتفق في الدين في كتاب الله في الأحالي النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بالخير يفقه بالدين أحسن الله إليكم في قوله وفرقوا بينهم في المضاجع هل هو الذكر والأنثى الأخوين أم يشمل الذكر والذكر مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع بعض أهل العلم قال يعني بين الذكر والأنثى وبعض أهل العلم قال شامل والذي يظهر لي والله أعلم أن هناك تفريقا بين الذكر والأنثى وهناك تفريقا بين الذكر والذكر أما التفريق بين الذكر والأنثى فهو في المضجع والغرفة فيُفرَّق بينهما في الغُرف فلا تناموا الأُنثى مع إخوانها الذُّكور وأما التفريق بين الذكر والذكر فهو التفريق في الفراش فلا ينامان في فراشٍ واحد فالحديث عام وكلٌّ يكون له من التفريق ما يُناسبه والله أعلم